تحديداً في إنستغرام إنستغرام يفتح بياناته أمام الباحثين لدراسة الصحة العقلية للمراهقين حيث ستسمح شركة ماتة لمجموعة من الباحثين بفحص بعض بيانات إنستغرام لتحديد ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الدرر نفسياً بالمستخدمين الأصغر سناً مما لا شك فيها عليها أن الدراسة مهمة جداً ويمكن كثير من الناس عندهم نتائج هذه الدراسة أيضاً قبل حدوثة لأنه عم يشوفوا المراهقين وكيف يتصرفون على مواقع التواصل لكن أما بتعتدي أنه هذا في انتهاء للخصوصية ما في خوف أنه على انتهاء خصوصية المستخدمين الحقيقة خليني انبساطها للمستخدمين علاقة إنستغرام بالشباب والمراهقين وديما الموضوع هذا كما العلاقة التوكسك ديما ما بعضهم ولكن علاقة كلها مشاكل ومنذ إنشاء الإنستغرام المشاكل على الشباب وعلى تأثير الإنستغرام على الشباب لم تنكف الدراسة الحقيقة هي كانت معناتها شراكة من ميتا مع شركة سيو سي لإحداث دراسة تشمل ستة أشهر بيانات في مختلف أنحاء العالم على تأثير الإنستغرام على الصحة العقلية للشباب والمراهقين هما الدراسات الحقيقة عديدة وعديدة جدا ولكنها كانت خطوة من شركة ميتا لأنه تحب أنها تكون دراسة يعني أكسس الكل موجود على ذمة الدراسة هذه وتكون يعني نتائج متاحة مستقلة نوعا ما نقول ليش نقول مستقلة نوعا ما لأنه من نحكيه على في إطار شراكة يعني ما تنجمش تكون مستقلة مية بالمية السؤال هو كالأتي الخصوصية متاع الإعدادات ومتاع الحسابات اللي بيش يصير عليها الدراسة هذه حسب الشركة تقول طبعا حسب الشركة تقول أنه سيتم الاستطلاع على كل البيانات اللي تهم الإعدادات يعني تهم الوقت اللي تعديه على الإنستغرام طبيعة المحتوى اللي يتم التفاعل معاه وبعض الإعدادات والمتابعات اللي تقوم بها على الإنستغرام وتقول الشركة أنه المعطيات الديمغرافية اللي تخص الشخص أو المستخدم مانيش بش نستخدموها شنوه صحيح وشنوه غالط لحقيقة يخلي المتابعين طبعا ما همش راضين ومعنى مع هذا كما قلت أنت جملة مهمة تأثير الصحة العقلية على يعني تأثير الإنستغرام على الصحة العقلية للشباب والمراهقين قريدي موجود الدراسات هذومة وتنجموا وتطلعوا عليهم يعني منذ مدة هناك يعني مع أنت مسؤول في شركة ميتاء قام بالدراسة هذية وقال وعطاه التقرير متاعه وقال أنه التأثير هذا راه أصلا على بنته وأنه مش مستحق بعد الأشعر هذية أنه بش يقول أكثر على الصحة العقلية والإنستغرام نحاولوا أنه مع أنتها نقولوا أنه ديمة في مع أنتها كارسيلة ننهيو بها اللقاء استحفظوا على روحكم الأنستغرام لأنه فعلا يهدد الصحة العقلية مشكل الشباب والمراهقين لكل المستخدمين اللي يستخدموه شكرا